اشتركوا في القناة ويهبكم الصحة والعافية وجعل لكم في كل أمر يسرى وفي كل رزق بركة ويصلح شأنكم كله ويرزقكم نعيمي الدنيا والآخرة جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعتنا على يوم الجمعة 30 كانون الأول ديسمبر طبعا القمر موجود الآن في برج الحمل موجود في منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد هي جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى تقليم الأضافر وحلاقة الشعر أو قص الشعر رح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 10 أو 5 دقائق من صباح اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد بما أن القمر موجود في برج الحمل معناته في هاي الفترة منعود أو بنرجع لطبيعة نشطة جدا أو بنشعر بطاقة كبيرة للعمل بنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية بنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة نلاحظ أيضا في هاي الفترة إن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرؤوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراف حصل العيون إذا استدعى الأمر لذلك أيضا بإمكاننا إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا ثلاث زوايا قائمة الآن أول زاوية هي زاوية اقتران إيجابية بين الزهرة وبين بلوتو وهي تأثيراتها من اليوم ثلاثين اتناعش وحتى اثنين واحد ذروتها يوم واحد واحد الساعة خمسة واربعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث أنها بتدعم وبتتعزز أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الزهرة واليوم هي آخر يوم لإلها بتعزز المواهب الفنية والأدبية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين نبتون وتأثيراتها هي زاوية لغاية يوم أربعة وواحد بنصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولها دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل مع القمر فعنا زاويتين الزاوية الأولى هي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين الشمس يعني اليوم الربع الأول للقمر يعني بصير منتصف بدر هاي الزاوية رح تتشكل دروتها ساعة 21 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيرها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الظهر بخلق هذا الاتصال لدينا حالي من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون دروتها ساعة 17 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر طبعا تأثيرات هاي الزاوية من ساعات الصباح ولغاية ساعات منتصف الليل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عند الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرايين والدم طبعا هذا اليوم يصلح لإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل ويصلح أيضا لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لكن لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح ويصلح عفوا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت 31-12 بيبدأ خلو المسار الساعة 12-43 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 5-7 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع الأول عمره 7 أيام فيه تمام الساعة 10-5 دقائق صباحا بصير عمره 8 أيام نسبة الإضاءة 50% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 الآن منتحسي بنسبة 10% في ساعات العصر بتصير سعيدة بنسبة 15% في ساعات المساء بتصير سعيدة بنسبة 45% القمر في الحمل حتى يوم 31-12 سعيد الآن بنسبة 70% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 30% ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 10% ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 25% عطارد في الجدي بيتراجع حتى يوم 18-1 ما زال سعيد بنسبة 40% الزهرة في الجدي حتى يوم 31 سعيد الآن بنسبة 30% ولكن بعد منتصف الليلة هاي بصير سعيد بنسبة 45% المريغ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحقود حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم اليوم أنكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم ممكن اليوم تهتموا بمظهركم أو ببعض التغييرات إلها علاقة باللباس أو بالشكل وهاي مرحلة تعتبر بداية مرحلة انطلاقة لا يعني فترة جديدة أو لمشاريع جديدة بتتمتعوا بنشاط ذهني وجسدي كبيرين أنتوا اليوم سباقين ورائدين في حقل اختصاصكم على حسب اختصاصك اليوم نشاطك ومكاسبك برج الثور يوم آخر بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذاءكم وراحدكم ابتنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير وبتتأخر مشاريعكم وربما تلغى أهم شيء أنكم تتجنب اتخاذ أي قرار وتتأكدوا من حجزكم لأنه ممكن تتفاجعوا بإلغاء أو سوء تفاهم برج الجوزاء ابتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة حاولوا أنكم تكونوا مخلصين لصداقاتكم ووعودكم ممكن تحصدوا تأييد لا بأس فيه أهم شيء أنكم تكثفوا ارتباطاتكم أنتوا اليوم بحاجة للتعاون أو خصوصاً تعاون الآخرين معك فهذه فترة يعني رح يكون فيها بعض الأمور الإيجابية تيجي من خلال العلاقات الاجتماعية برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أنه تهدؤوا من روعكم لأنها هاي فترة شوي مشحونة بالمتاعب والتوتر فعشان هيك بتكون تعالجوا الأمور بهدوء وحاولوا أنك تقدموا أفضل ما عندكم بدون مجازفات ولا مغامرات ولا مخالفة قوانين برج الأسد ابتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا يوم مناسب لإجتياز امتحان أو اجراء مقابلة حاولوا أنك تظهروا تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة ابتنجحوا في الترويج لها عملكم وكسب الدعم والتأييد أهمش أنه ما تهمل واجباتكم ولو كثرت أو صعبت نضموا وقتكم بشكل جيد تفادي لأي تأخير حاولوا برضو أنك تتقدموا بجراءة برج العذراء بالظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب الوصيلة بشراكة أو تعويض حاولوا أنك تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنت اليوم بحاجة لطاقة بحاجة للياقة جسدية أعصاب متينة لأنه شوي في بعض الضغوطات هيك تطلب منك أنك أنت تحافظ على طاقتك الجسدية وحاول أنك ما تترك ذيول المتاعب بأنها تسيطر عليك في فرص مالية فاستثمرها برج الميزان ابترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ما بيجوز إثارة المتاعب تتجنب الخلافات والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاضروا من الحوادث والأعداء فهم كثر حاليا لأن القمر موجود مقابلك فطاقتك ضعيفة قدر الإمكان أضبط عصابك وإبعد عن المشاكل برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل واليوم تجدوا تعاون من بعض الزملاء نظموا جدوى الغذائكم خذوا قصة من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات ابتكثر النشاطات وربما تشعر ببعض التعب فعشان هيك بدك تدير بالك على صحتك على غذائك وإذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك برج القوس ابتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم الأجواء العاطفية عالية جدا وقوية جدا وظروف جيدة جدا احتمال أن يكون فيها قلق اتجاه أحد الأحبة عندك نشاط عالي جدا بتميل له لترفيه عن النفس يعني الأجواء فيها كثير من المزايا الحلوة حتى اليوم رح تهتم بنفسك وبشخصيتك وبجمالك ورح يكون جمالك مميز برج الجديد ابترغبوا اليوم في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة الاهتمامات بيتية وعائلية وعقارية فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من الهواجس اللي أنت بتعيشها ممكن يصير في عندك اليوم تبادل زيارات أو اتصالات مهمة لكن ممكن يسود التوتر بسبب حدث طارق ممكن بعض الأعطال المنزلية أو الدفعات والمصاريف العائلية برج الدلو ابتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ومنكم أشخاص اليوم ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريعهم بنجاح باستطاعتكم قلب المعادلة لصالحكم أهم شيء أنه ما تبقوا وحيدين بل ابحثوا عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط ابتملكوا اليوم سرعة بديهة عالية جدا ومهارة ملموسة الأهم أنه تتحركوا اليوم لأنه الأجواء جيدة حتى على مستوى الامتحانات والمقابلات برج الحود بالظل الفرصة متاحة لمكسب مالي فيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص اليوم ممكن يستردوا مال بيعودلهم أو يحصلوا على هدية بعضكم ممكن يسمع خبر سار ويلعب قريب دور مهم في حياته ابتهتم بقضية شراكة أو عمل وممكن تعالج الأمور بدقة أو بشكل دقيق وتهتم لأولويات المالية أكثر وتجد الحلول والتسويات لبعض المسائل اللي كانتم أرقيتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر